السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد خيال في درس النهاردة نتكلم عن مشاكل خطوط اي اكس تي مع برامج ادوي الحديثة ابتداء من اصدارات سي سي وبالاخص برنامج اندزاين وبرنامج الستراتور طبعا اللي شغالين في مجال الكتب والمجالات والشغالين زمان قوي في المهنة فهم عارفين كويس قوي خطوط اي اكس تي خطوط ممتازة كنا بنستخدمها دايما في الاصدارات القديمة اصدارات سي اس فايف و سي اس فور نظرا لان الخطوط دي بتبقى واضحة جدا الحروف فيها واضحة جدا ومقرؤة بشكل جيد وايضا الارقام فيها خصوم باللغة العربية ارقام سهلة جدا للقراءة فكنا دائما بنستخدم خطوط اي اكس تي في الاصدارات القديمة المشكلة اللي حصلت ان من ابتداء من اصدارات سي سي وقفت شركة ادوي الدعمة عن اصدارات عن خطوط اي اكس تي فبالتالي المشكلة اما جينا نشتغل على او نحدث برامجنا لسي سي ما قدرناش نستخدم خطوط اي اكس تي وفيه ناس قابلت المشكلة دي فبالتالي تراجعت عن التحديث وظلت ان هي تشتغل لحد الان على الاصدارات القديمة في درس النهاردة نتعرف كيف نحل المشكلة دي وكيف نشغل خطوط اي اكس تي على الاصدارات الحديثة وفي نفس الوقت لو عندي ملفات انا سبق ان انا اشتغلتها على برامج سي اس فايف او سي اس فور واذا اقدر افتحها على سي سي بدون ما يحصل المشكلة طيب خلينا الاول نشوف المشكلة اللي بتقابلنا دايما انا لو جيت كتبت تيكست عندي انا هكتب تيكست هنا وليكن زي كده خط عادي جدا عربي واروح هنا اختار خطوط اي اكس تي اي خط من خطوط اي اكس تي انا عن نفسي دائما بفضل خطوط اي اكس تي منال بولد او بلاك او نورمل لو جيت ضغط كده انا دلوقتي مختار اي اكس تي منال جميل اول ما ضغط كده بتظهر رسالة اللي انتم شاهدنا قصاتكم دي طيب الرسالة دي عادة محدش بيقرأها خالص وبيقول له اوكي او دونت شو اجين فلو قلت له اوكي انا ما حصلش اي تغيير الخط مازال مستخدم الخط ده مش خط اي اكس تي منال الخط ده ادو باربيك لسه فبالتالي خليني ارجع تاني اعمل سيلكت واروح تاني اختار اي اكس تي واقول له اوكي بتظهر نفس الرسالة رغم ان انا لو ركزت لحظات هل هي بيقول لي عشان تحلل المشكلة دي بليز يوز كماند زائد اوبشن وانت بتختار الفونت بس يعني اضغط على مفتاح كماند زائد الاوبشن وانت بتختار الفونت لو قلت له اوكي وتعالى تاني نختار الموضوع اي اكس تي منال في الحالة دي انا اضغط على زرار كماند زائد اوبشن وانا باختار الخط هل اي فعلا انه هو طبق الخط زي ما انت شايفينه ده خط اكس تي اللي انا محتاجه طيب خلينا فرضا نكتب اي تيكست تاني طيب خليني ارجع كنترول زد واروح تاني اختار نفس الخط هل هيظل على طول مش تخدمه لو اخترت الخط هيطلع لي نفس الرسالة افهم من كده ان انا في كل مرة لازم اضغط زي ما هو بيقول كماند زائد اوبشن عشان اختار الخط طبق الموضوع ده مرهج جدا ومتعب وغير مجد بالمرة طيب ايه الحل النهاي في الموضوع ده الحل ده اضغط كنترول كي او كماند كي استخدمين الماك هيروحوا للاندزاين مينو وتختار برفرانسز ومنها هتختار ادفانسد طيب او مستخدمين البيسي هيروح لقائمة ادت سيجد تحت خالص اخر امر عنده بريفرانسز وتختار منها برضه وتختار منها برضه الطيب فانا هارجع هنا بريفرانس ادفانسد طيب وهاجي هنا انا عندي ده الامر المسؤول عن الموضوع هنا في حماية على خطوط اكستي زي ما قلنا لان شركة ادوي وقفت الدعم عنها فبالتالي كل المطلوب منك ان انت فقط لغير تشير علامة الصحة من هنا وتشير علامة الصحة من هنا على الحماية يبقى عندي الاثنين الحماية الميسنج ليف بالمنظر ده وبعدين اقول له اوكي طيب في الحالة دي بقى تعالى اختار الخط بتاعي زي ما انا اكستي على ان هو اختار الخط عادي جدا مفيش اي مشكلة الرسالة دي مش هتطلع لي مرة تانية اطلاقا فبالتالي انا كده حليت المرحلة الاولى اللي هي مشاكل اكستي مع برنامج الاندزاين لإصدارات الحديثة طيب ايه المشكلة تانية اللي عندي بتقابلني وهي دي المشكلة الاجبر بالنسبة لي برده انا هنا كنت عامل الكتاب قديم من زمان جدا على برنامج ال CS6 او CS5 فانا اروح هنا افتح الاندزاين CS6 اصدار القديم الكتاب زي ما انت شايفينه بالمنظر ده اصدنا الخطوط المستخدمة في الكتاب كله خطوط AXT AXT منال لو جيت تصفحت الكتاب ما عنديش اي فيه مشكلة خطوط كلها موجودة والخطوط كلها ظاهرة ومعنديش فيها مشكلة زي ما انت شايفين كده خطوط كلها AXT طيب خليني اروح بقى للإصدار الحديث اللي هو CC 2019 وتعالى نجرب نفتح نفس الملف او نفس الكتاب وطبعا ده الطبيعه اللي يحصل معي ان انا صممت كتاب من سنوات على اصدار قديم وبعدين نزل اصدارات حديثة وانا بالتالي حدست وبعد ما حدست جاء العاميل طلب مني بعد سنوات انه هو عايز يعدل في الملف بتاعه او عايز يعدل في الكتاب بتاعه فهاجي افتح الكتاب على الاصدار الجديد عندي هتفاجئ ان انا عندي مشكلة في الخط زي ما نشوفهم بعض الوقت ده الملف عندي انا هفتح على اصدار CC 2019 هتفاجئ طبعا من الوهلة الاولى زي ما نشايفين الخطوط كلها تحولت لشكل مربعات بالمنظر ده خليني اصغر كده ونشوف جايز المشكلة في الصفحة دي فقط لا غير هلاقي لا لو انا رحت من اول الكتاب خالص عندي انا عندي اول الكتاب خالص نفس المشكلة كل القصايد زي ما نشايفينها كده اتحولت بالشكل ده خطوط XT طبعا ده ما يحصل لش مشكلة لان ده رسم مش خط فاصبح ان عندي كل الخطوط بالمنظر ده تحولت بشكل مربعات زي ما نشايفين كده طيب حل الموضوع ده ايه طبعا كانت فيه ناس بتقدر ان هي تقولك خلاص انا بالنسبة بس للجوب ده او للعمل ده فقط لا غير انا هستغنى عن الاصدار الحديث وارجع افتحه تاني على الاصدار القديم اللي كنت شغل عليه وابتدي عدل فيه ولكن ان هنا مرد سنوات وممكن تكون ان انت اساسا ما عادش عندك السورس بتاع البرنامج القديم CS5 ما عادش موجود عندي انا خلاص حدست والقديم كله تكانسل من عندي ومش قادر ان انا اوصله تاني طبعا لو عندك القديم تقدر تفتحه وتشغل عليه ولكن حتى لو انا عندي الاصدار القديم زي حلاتي كده دلوقتي انا عندي الاصدار القديم ممكن اشتغل عليه وعندي الاصدار الجديد ولكن انا عايز افتح الفايل على الاصدار الجديد اللي هو cc عشان استغل الخصائص والاوبشن الجديدة اللي نزلت في cc 2019 وكمل شغلي عليه حل المشكلة دي زي اللي هي مشكلة ظهور خط ext بالمنظر ده طيب ركزوا معي واشوفوا الموضوع وسيط جدا بس محتاج تركيز اول حاجة انا هروح اعمل ايه هروح لقائمة واختار امر find font جميل هدغط كده هو حاسس بخط xt بامارة انه مطلعش اي رسالة انا بفتح الملف يقول ان انت عندك font مفقود هو حاسس بيه مفيش اي مشكلة ولكن مش قادر يقراه طيب خليني قبل ما اقول له خليني اكانسل الاول انا محتاج اعرف ايه الخط اللي هو استبدله وكاتب به المربعات دي وايه الخط اللي انا كنت مستخدمه انا ممكن كنت مستخدم ايه اكس تي بس اي نوع اكس تي ممكن اكس تي منال اكس تي جيهان اكس تي ازورتايزنج حسب ما انت عايز فانا وجدت اعملت select كده ايه نوع الخط ده هلاقي ان هنا قائمة او الفونت المسؤول عنها مش موجود اساسا اسم الخط فانا مش عارف البرنامج انا مش قادر اعرف هو عمل ايه انا اجي هنا في اي اس بيس بسيط جدا ما بين الكلمات هنا اعمل select اما اعملت select اذا اهل الخط هنا وجدت انه مستخدم اكس تي منال black تمام حلو يبقى انا كده اول حاجه عارفت ايه الخط اللي انا مستخدمه لانه ممكن ما يكونش عندي اصدار قديم فبالتالي انا مش قادر افتح الاصدار القديم واعرف احسنا انا كنت مستخدم اي خط فانا دلوقتي عارفت انا مستخدم خط اي اكس تي منال black طيب اعيز اعرف بقى البرنامج غيره بايه الخط اللي هو غيره بحيث انه اطلع لشكل مربعات زي كده فانا لو اعملت select برده كده ما بيدينيش اي فونت هنا اي اسم للفونت فانا اعمل select بس على اي مربع من المربعات دي وليكن مربع واحد بس او لقيت وقاب لي الفونت ده منون برو ده اسم الفونت اللي هو استخدمه حلو يبقى انا كده عرفت ايه الخط اللي هو اعمل المشكلة وايه الخط اللي انا كنت مستخدمه في الحالة دي ممتاز سهولة انا اروح لقائمة type ثاني واختار find font وتعالى هنا الخطة طبعا دي الخطوط اللي انا استخدمتها في الملف كله فانا اروح هنا عرفت الخط اللي عامل المشكلة اللي هو مسبب لي المربعات دي اللي هو اخر خط عندي اللي هو الخط ده فاهمة لي select بالمنظر ده طيب عايز استبداله ايه هقول له هنا استبداله ب axt manal black لان انا عرفت ان انا استخدمت axt manal black جميل فاجه هنا اختار axt manal black يبقى انا عملت ايه اول حاجة عمل select على الخط ده اللي هو مسبب لي المشكلة وبدلته بخط axt manal black وفي الحالة دي اقول له ايه change all خلي بقى لك انا عندي الكتاب ده تقريبا 112 صفحة change all وانتظر عليه فقط ثواني done لقيت ان الدنيا عندي تمام جدا الخط عندي اتغير هنا مفيش مشكلة نفس الفكرة هنا كل القصائد عندي اتغيرت والخط اتغير بمتاز سهولة اصبح ان انا عالكت المشكلة عندي خليت البرنامج يقرا axt manal او axt في نفس الوقت حليت مشكلة تانية اللي هي افتح اي اصدار قديم او اي فايل قديم انا عامله على اصدارات قديمة وافتح على اصدار جديد من اصدارات cc اللي هي بتسبب مشكلة مع الاxt طيب ده بالنسبة الاندزاين خلاص حالينا المشكلة وده اكبر هم عندي او مشكلة عندي وجاء اسئلة كتيرة جدا منها طيب بالنسبة الاستريتور في مشاكل مع الاxt استريتور بسيط جدا موضوع مش معقد فيه زي الاندزاين كل ما عليك اللي انت تعمله ان انت برضو هتضغط ctrl k او command k عشان توصل للخصائص وهتيجي هنا تختار الامر type كل برضو المطلوب منك ان انت تشيل علامة صح على المسينجليفس الحماية عندي هنا فعول ما شيلها كده تقدر تشتغل على خطوط xt بشكل عادي جدا بدون اي مشاكل بكده يا درسينا النهاردة سيكون انتهى اتمنى اكون قدمتلكو حاجة مفيدة وانتظرو ان شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة